قال مصدر في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية لمراسل التلفزيون العربي إن القوات التابعة لقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا عادت إلى مواقعها وكانت هذه القوات قد غادرت ترابلس في 7 من نيسان أبريل بعيدة هجوم قوات اللواء المتقاعة خليفة حفتر ومن جهة أخرى أكدت منظمة الصحة العالمية مقتلى 376 شخصا وإصابة أكثر من 1820 آخرين منذ بداية الهجوم الذي شنه حفتر أمعركة الكرامة من جديد أمرة أخرى أيها الجنرال المتقاعد كأنها البارحة عندما وعد خليفة حفتر بمعركة خاطفة لن تستمر لأكثر من ثلاثة أيام لتحرير بن غازي وكانت النتيجة أربعة عوام من القتال قبل أن تدخل قواته المدينة هذه المرة وعد بمعركة خاطفة أيضا لتحرير ترابلس وها هي تدخل أسبوعها الرابع تتكرر النقطات التي شهدها العالم في بن غازي ضواحي ترابلس أجنوبية تتحول إلى شوارع أشباح لا يهز صمتها سوى قتال عبثي أرقام الضحايا كبيرة بمقاييس الحرب في ليبيا ثلاثمائة وخمسة وأربعين قتيلا وألف وستمائة وخمسين جريحا سقطوا في العاصمة الليبية منذ أن بدأ الجنرال المتقاعد معركته الأخيرة بحسب منظمة الصحة العالمية أما النازحون فأعدادهم تتزايد خمسة وأربعون ألف شخص شردوا وأخرجوا من ديارهم الأمم المتحدة بعد أن عبرت عن قلقها كالعادة صعدت من تصريحاتها فحذرت من خطورة الأوضاع الإنسانية في ترابلس وأشارت إلى احتمال تدهورها لم تتوقف المنظمة الدولية عند ذلك فنددت باستخدام المدفعية والصواريخ والغارات الجوية في المناطق الساكنية دون أن تسمي من حفتر الوضع وعقده أما المدنيون المحاصرون في المناطق المنكوبة بالنزاع في العاصمة طرابلس فعشرات الآلاف وعداهم ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسين مهاجرا تقطعت بهم السبل داخل مراكز الاحتجاز يضاف إلى كل ذلك معاناة المناطق المنكوبة من نقص الغذاء والمياه ذلك من بركات الجنرال المتقاعد وللمزيد من المتابع ينضم إلينا من طرابلس مراسلنا خليل كلاعي خليل إذن تم التأكيد لك أن القوات الأمريكية عادت إلى مواقعها في ليبيا مع أهمية ذلك الدلالات وخاصة فيما تعلق بالتوقيت ولو تذكرنا لو سماحت أيضا بالمهام التي تطلع بها هذه القوات نعم موجود القوات الأمريكية التابعة على القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا هو لمزيد تنسيق الجهود بين الإدارة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني لمحاربة الإرهاب وخاصة لمحاربة نشاط تنظيم الدولة للتذكير فأن هذا التعاون وصل أوجهه بعد الحرب على معقل تنظيم الدولة في سرة آخر العام 2016 إذن مصدر في المجلس الرئيسي لحكومة الفاق الوطني أفاد لنا بأن القوات الأمريكية التي غادرت مقراتها في كل من ترابلس ومسرطة مطلع الشهر الماضي مطلع إبريل نيسان عندما انطلقت هذه العملية العسكرية عندما بدأ هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على ترابلس هذه القوات إذن بعد أن غادرت عادت من جديد لمقراتها بحسب هذا المصدر الناطق الرسمي باسم حكومة الفاق الوطني مهند يونس لم يحمل تصريحه بهذا الخصوص تأكيدا أو نافيا هو قال أنه التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الفاق الوطني بشأن محاربة الإرهاب مستمر والعمل كذلك على عودة القوات الأمريكية التي غادرت ترابلس مطلع إبريل نيسان أيضا جاري العمل على تثبيته لكن مصدر كما قلت في المجلس الرئيسي أكد عودة هذه القوات ورجعها أن تكون عودة هذه القوات مرتبطة بسببين أساسا الأول أنه الأول ربما بعد التشجيل الذي ظهر فيه زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي يقول أنه ربما الإدارة الأمريكية استشفت أنه هناك نية لإعادة إحياء النشاط التنظيم تنظيم الدولة في المناطق الرخوة خاصة مع ما يعرف أنه في ليبيا لازال يحتفظ التنظيم ببعث الجيوب ويشكل خطرا ما على ليبيا وعلى المنطقة السبب الثاني لهو علاقة ربما بالتطورات العسكرية الحاصلة جنوب ترابلس مصدرنا يقول أنه ربما الإدارة الأمريكية استنتجت أنه قوات هكومة الوفاق الوطني استطاعت الاستماعات في الدفاع عن ترابلس وصدت هذا الهجوم وبالتالي لم يعد هناك من خشية على الأوضاع الأمنية ومن اختلال التوازن العسكري داخل العاصمة الليبيا ترابلس وبالتالي عادت هذه القوات خليلنا بعجالة لو سمحت ماذا بعد سيطرة قوات الوفاق على منطقة نسبعة أي محاور للقتال ممكن أن تنتقل لها للشباكات نعم اليوم سيدة هدوء تم جميع المحاور تقريبا باستثناء معسكر اليورموك كان هناك محاولة للتقدم بالتشام معسكر اليورموك نفذتها القوات التابعة لخليفة حفتر هذه المحاولة تصدت لها القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني وتمكنت من أسر عنصرين لقوات حفتر في هذا المحور في محور معسكر اليورموك ومن خلال عملية التمشيط في محور السبعة وللتذكير محور السبعة استكملت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني السيطرة عليه منذ الأمس السيطرة عليه بالكامل تمكنت من أسر ثماني عناصر آخرين لقوات حفتر عاد ذلك يعني اليوم سادة هدوء مطلق كافة المحاور السبعة عين زارة صلاح الدين ودي الربيع كذلك كل هذه المحاور لم تشهد اليوم قتالا باستثناء هذا الهجوم الوحيد الذي حاولت القوات التابعة لخليفة حفتر تنفيذه صوبة معسكر اليورموك جزيلة شكر لك مرسلنا في طرابلوس خليل كلاعي اشتركوا في القناة